حقيقة المقابلة ستكون قوية كما كل مقابلة كليفته فريق القطري حاول يفوز بالدورات اللي أنا أراه في البلد وحاجة تانية لتحضير الجيد من جانب الذهني ومن جانب التقنية الكأس العالم اللي حيحضنا فيه القطر 2022 أيضا بشياق البعد التقني في المنطقة العربية من جانب كورة القدم في كورة القدم مصطفى سباك فشوف مفاتح تأهل اليوم في مباراة اليوم من هو اللاعب اللي ربما سيكون بوغرة يركز عليه ليكون مفتاح تأهل منتخب جزائري للمباراة نهائية نفتاح المقابلة هو المجموعة إذا كانت مجموعة تدخل بهذه الكنية من جانب الذهني تدخل بهذه الكنية اللي كانت دخلت في المقابلات اللي فاتت مع مغرب مع مصر وكل المقابلات وتكون فيها أيضا الحالة البدنية أيضا وهذه من المطاقة المطيبة أيضا عنده دور كبير 60-71% هو اللي عنده دور في هذه اللي تحضير اللاعبين المقابلة لا تنساش بالفريق أداية وجدوه على السرعة من جانب التقنية والتاكتيكية الانسجام ما وش رح يكون حاجة ما رح يشوفوا حاجة كيفوه لكن من جانب البدنية اللي كنا في الموعد نظن الفريق الوطني عنده حضوط كبيرة بفوز بهذه المقابلة بالضبط أنت تكلمت اليوم على مشكلة الانسجام للمنتخب نقدرون أنه وجدوه في آخر دقيقة كون أنه الناخب الوطني مجيد بوغرة كان يحضر معه لللاعبين المحليين في آخر وقت قرر إضافة لعبين اللي يلعبوا في النوادي الخليجية وأيضا التونسية ما تشوفش أنه مشكلة الانسجام قادر رح يعطل المنتخب أمام قطر خاصة أنه المنتخب القطري يرى يشارك بالمنتخب الأول الشيء الإيجابي للناخب الوطني خملها من يحد تشوف الدفاع تانا قتلت في اللاعبين يلعبو في فريق واحد اللي هو اليو اس تونس التطارج التونسي اللي هو شتي وزوجت على محور الدفاع اللي هو بدران و توغاي و توغاي والرابع تاني كلاح في تونس ولكن موش الفريق اللي هو الاتوالد الساحل اللي هو بن عيادة شوف سمحني فقط مصطفى سبعت شوف أنه خيار إشراك توغاي رفقة بدران في محور الدفاع قرر هو قرر بمفني بحث من الناخب الوطني مجيد بوغرة أو أنه ربما كان مجبر عليه لأنه جمال بن عمري كان أصيب مع بداية الدورة جمال بن عمري كان مصيب ولكن كان قادي دير خيارات أخرى كما طهار كما لتنقل لعب في المستوى كما عبداللهوي أيضا لعب في المستوى ولكن خيار الجلعبين هذا المستوى تحهم التقني أيضا ما عنده مش مشكلة على الانسجام وعلى بقبل محور الدفاع عنده أهمية كبيرة هو العام والفقاري في فريق كيف يكون في المستوى وهذا زوج اللعابين نظن سجلوا نقاط كثيرة للناخب الأول اللي هو جمال بن عمري سي جمال بن عمري لهذا ونظن زوج اللعابين هذا وعطاوا قوة من جانب الدفاع عطاوا قوة للمجموعاتنا كنروحوا الوسط الميدان نشوفوا ميرازيخ كيلعب معه ضراوي اللي هم رام في فريق واحدة وشباب بالوزداد تشوف المستوى تعالفريق من جانب الدفاع والهجوم في وسط الميدان عندهم كما كانت في الشوط الثاني ضد فريق المغربي نساش بالشوط له لم يلعبش ضراوي من الشوط الثاني كي يدخل ضراوي يعطاها ذاك التوازن ما بين الهجوم والدفاع لأن الوسط الميدان تانيك عنده أهمية كبيرة لأن زوج اللعابين هدوه يلعبوا في فريق واحدة وشباب بالوزداد ولكن هتاشنا بين ميريزيق وأيضا بندبكة شفنا كينتجون يصروا أنهم ملعبوش من قبل معه ولكن بندبكة اللعاب عنده خبرة ويلعب في فريق السعودي عنده خبرة واللعب هنا في الجزائر بزاف لأن هذه الكرة الجزائرية ما يش حاجة جديدة عليه وكين نروح نتقدمه تانيك لنروح نتقدمه الهجوم نشوفه بالليلي وبنجاح نقدرون نقوله يلعبوا بأعين مغمضة وزيتانيك براهيم بالمستوى اللي عنده بالخبرة اللي عنده والتاريخ مع الفريق الوطني هنا نشوفه بالنقص الإنسجام تخبش نقص شوية لهذا شمنا فريق في المستوى خاصة في الشوط الثاني الشوط الأول أيضا سيكون أمنح ولكن في الشوط الثاني يكون أحسن وفي الوقت إضافي مع الفريق المغربي كلمت حول نقطة نقطة مهمة أنت قلت أنه مع بداية الشوط الثاني في المباراة الأخيرة من منتخب مغربي بقرة لما أشرك دراوي شفنا حقا لعبة حسن في المنتخب الوطني هل من الممكن رح نشوفه التشكيلة اللي لعبة الشوط الثاني أمام منتخب مصري هي اللي رح تبدأ اللقاء أمام منتخب القطري أو ربما فيها تغييرات أخرى أنا نظن بلي هذه التشكيلة رح تتقول لماذا باش ننصير الطاقة البدنية لا تنساش بإحنا نلعب نحتى للضرابات الترجيح والفريق القطري فاز في المقابلة لأنك عنده حظ كبير ونقدرون تكلموا عن المقابلة مع فريق الإماراتي زيج حالة الثانية القوة الهجومية تعناها رأي تكمل ما نخبهوش تكمل في براهيمي وبالليلي والهجوم تعناب ونجاح الحمد لله اللي رح نسترجعه المقابلة ليادي وبدأنا يكون في المستوى لأن مقابلة فاتم العبش وأيضا ننظن بليوم حفز كثير لأنه يلع في القطر والملايد الميادين والجوت على قطر يعرفوا أحسن من كل اللعب زيج للضفة البرهيمي أيضا بالليلي يقعون يلعبوا في قطر زيج حاجة التالتة اللي نقدر نقولها لوسط الميدان هذا راح يساعد أيضا الأطراف الظاهرين لأيومين الأيصر لأنه يجب أن يشاركوا في المقابلة من جانب الهجومي بسيباش يشاركوا لازم تكون عندهم تغطية على الكلك الأرجح دكولة بليلي وأبراهيمي هو أحسن يغطيه راح يضيعوا الطاقة البدنية أوتوماتيكهم من جانب الهجومي أحتنقص الفعالي ولكني لحظة لماذا؟ تسفضيك لماذا؟ لأن الفريق الخاص يلعب بطاكتيك 3-5-2 من جانب الهجومي وعندما يضيع الكرة يولي 5-3 أزوج أو 5-4-1 هنا تشوف الكثافات تحت كل في وصل الميدان والدفاع من جانب الدفاعي لهذا لازم أن اللعابين من جانب الهجومي خاصة بليلي وأبراهيمي اللي يعطيوا كورات وممطنوا يسجلوا يكونوا في أحسن رواق من جانب البدن لهذا في المستوى وفي المقابلة وأيضاً القوة عنها من جانب الدفاعي والهجومي أنت تكلمت 4-3-2-1 أي أنه بليلي رح يكون مع إبراهيمي في تنشيط الهجومي في تنشيط الهجومي وممطنوا مهاجمين ما تشوفش أنه ربما رح يكون كان تضارف في أدوار كلا اللعبين بما أنهم الاثنين ينشطون في الرواق الأيسر من الهجوم لا لا واحد رح يلعب تدقى الوسط الميدان ومهاجم في الكوتي الأيمن اللي هو أنني يشوف أنني يشوفها بلايلي ومن جانب الأيسر يكون الأسياد برامي أو يتقدوا يتبادلوا في اللعب وبنجاح في رأس حرباء وكلت لعبين يقدر يكونوا في الهجوم كما قادرين يكونوا في الاسترجاع ليهما ميريزيخ في المحور تعلق الوصل الميدان بندبقى وضراوي اللي هنا يكون عندهم طابع هجومي وذي كي نضيعوا الكرة يقدر يكون طابع دفاعي بالتغطية في الأنجلي حالي لأن الخصمة هي لها بثلاثة في المحور ويلعب زوج في الأطراف اللي هما مهاجمين وممطن دفاعين في قوتي دا كي يرطرحوا من الكرة اللي يكونوا دفاعين ظاهيرين أيمن وأيسر وكي يكون عندهم الكرة يقدروا كما مهاجمين في الأيمن وأيسر وعندهم لهذا أنا نظن كي يقولوا بلوكاش هذا الآخر ويعطيه تانيك نفس القوة اللعبين تعانين على الهجوم أحتخلي الفريق نظن بإذن الله يكون في المستوى مصطفى سبع ما تشوفش أنه ربما عامل الإرهاق البدني رح يكون عنده أطر اليوم في مباراة الجزائر خاصة أنه لعبنا مباراة من 120 دقيقة زائد ركلة الترجيح في حين أنه المنتخب القطري كان فيز في الشوط الأول فقط أمام المنتخب الإماراتي بخمس أهداف دونارد ما تشوفش أنه الأرياحية اللي عند المنتخب القطري مقارنة بالمنتخب الجزائري ربما رح تشكل لنا عائق في هذه المباراة أو تشوف تشوف مقابلات على القطر نقولها نعوده سكين عنده زوج سواء يكون في المستوى سواء ما يكونش في المستوى من جانب البدن لماذا؟ لأنك تشوف الأهداف اللي سجلوا الهدف الأول فريق الإماراتي سجلوا ضد مرمى والهدف الثاني والثالث هي ضربات جزاء دونارد جانب البدن والرابع والخمس ما كانت عندهم ضغط كبير بشي سجلوا الرابع والخمس لذا أنا نظن مقابلة تعقاط لهذا قلت لك أنه المنتخب القطري كان في أرياحية مقارنة بالجزاء ولكن كي تكون في أرياحية الريتم تعالى المقابلة اللي رح يفرضوا فريق الوطني لازم تكون أنت واجد له كما يجبت مع الفريق المغربي المقابلة يدارهم في الضفل الآخر وخرج الأول في الآخر وسجل الأهجاف وقدر 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 كي تحولوا لكن الريتم يداروا الفريق الوطني رغم الفريق الوطني العبذو فريق مصري وضيعوا بزاف الطاقة مع فريق مصري كان أحسن من الفريق المغربي من جانب البدني فعلمني لهذا المقابلة هذي كلها ستلعب من جانب الذهني أنا نظن من جانب ذهني نظن من جانب البدني الفريق الوطني عنده تعم في المستوى تعم في فريق الأول اللي رأوا مع الفريق تعبوا بقرر نظن من جانب البدني نكون في المستوى ولكن الجانب الذهني عنده أهمية كبيرة في هذه المقابلة وأيضا الاسترجاع في هذه الأيام قبل المقابلة تعفيقاتها ولكن فوز ضد فريق المغربي ويشاف بالجمهور الجزائري تتبع وخرج وراء المقابلة هذا راح يزيد من تحفيز كبير للفريق الوطني نركز لك فقط على الجانب البدني لأنه ربما أنا شخصيا نشوف أنه هو مفتاح المباراة نشوف أنه بعض اللاعبين اللي لعبوا جميع المبارايات لعبوا جميع الدقائق مثلا بن عيادة إلياس شتي يأسين براهيمي وأيضا صفيا بن دبكاء كيف تشوف الطاقم الفني أنت بما أنك مدرب لو كنت في مكان بقرة كيف شح تعامل مع الرباعي هذا مقارنة مع اللاعبين اللي لعبوا اللي لعبوا الدقائق عدد دقائق أقل من هذا الرباعي شوف هي المنافسة المستوى اللعاب جي مع المنافسة مع المقابلات نظن باللي اللي شاركوا في المقابلات يكونوا أحسن بدنيا أحسن في الريتم كل لعابي اللي ما شاركوش لهذا أنا قلت لماذا قلت لازم تلت الموسط الميدان مناع في الاسترجاع وأيضا مناع في يعطى الكورات القدم وتانيك أننا في اللعب الراهيمي واللعب بليلين نخليهم شي يدافعوا كتر مع الضاهيران بس لأن الضاهيران نتعهم يليموا هاتمي يكون عندهم الكورة بس كنهم يلعبوا بكاتر في المحور أمير سعيود مرح يكون عنده دور في هذه المقابلات نظن بدنيا مرحبا ما في الاحتياط يقدر يدخل يمد إجابة ولكن يدخل ديرك في مفرية ما ذكت على المقابلة ما نظن بلي قادر يمد لش المدربة وش الناخبة بقرة رويسنا من هذه المقابلة مصطفى أسبع صراحة ما تشوفش أنه ربما نظرة اللاعبين على بالهم أنه الناخب الوطني جمال بالماضي روي تابع في كأس العرب جمال بالماضي أيضا روي بصدد تحضير قائمة قائمة الفريق المشاركة في كان الكاميرون اللاعبين على بالهم أنهم رمت تحت معينة الناخب الوطني وهذا ما أكدوا بغداد بنجاح في تصريحه وإلى خير ما تشوفش أنه ربما هذا هل الأمر هذا رح يشكل بالنسبة لهم ضغط إضافي كون الجميع يريد إثبات وجوده وضمان مكان في قائمة كأس الفريقية المقبلة أو ربما يعتبر تشجيع هل الأمر هنا رح يكون ضغط أو تشجيع بالنسبة اللاعبين أنا أظن أن يكون أكثر تشجيع للدغط لأن الناخب الوطني تعالف الفريق هذا السيد بوغرا قبل ما يجي الدورة واش قال قال نحضره كأس الفريقية نحضره كأس الفريقية نروحه باش نفوزه بالكأس العرب ولكن الأهم هو تحضير الفريق للكاف لأن كل لعاب حيب يسجل بزاف نقاط للناخب الوطني الأول وهو سيد جامل برماندي باش يكون في المجموعة لتروح للكاميرون لتمثيل الجزائر في للكاف لهذا أنا أظن أن يزوج تشجيعات تشجيعات الأول لتحفيز اللاعب الأول هو التحفيز الذاتي لأن ما تنساش هذه المقابلات كان بزاف المناجيرة في أوروبا يتبعوا هذه المقابلات على باب لي كان بعض الفرق كامل جزائر عندهم مستوى خاصة وراء المقابلات الفريق المصري والفريق المغربي لهذا كل لعاب عنده تحفيز ذاتي اللي يمشي لعب في فرق كبير حاجة الولد أنا حد تمثيل الجزائر كأس عربية مايش حاجة تاني صغيرة حاجة تلتين يكون في التشكيلات ناخب جبل الماضي في الدورات كأس أف الكاف ولما لا في كأس العالم إن شاء الله تهد في 2022 التشجيع اللي يحصل عليها ربما اللاعبين اللي رمي الآن يشاركون بانتظام رفقة المنتخب المحلي قد يكون من ناحية أخرى يشكل ضغط بالنسبة لللاعبين اللي كانوا في القائمة الموسعة للمنتخب الوطني والآن لا يشاركون في صورة ربما جمال بالعمري في صورة مهدي طهرات في صورة أيوب عبداللوي اللي كانوا حاضرين باستمرار في القوائم الناخب الوطني جمال بالماضي ما تشوفش أنه ربما جلسهم احتياطيين قبل موعد مهم اللي هو كان رح يأطر في اختيارات الناخب الوطني جمال بالماضي نعم نظرش يشوف اللعب الطهرات كان محترف مقبل ما يجي البطولة العربية نظر بليه وطني كرح يدي المستحيل وهي المنافسة عندها أهمية في التحسن لما كانت منافسة ما تكونش فيها التحسن في فريق الوطني من جانب الجماعي ومن جانب الفرضي أيضا لهذا كي تكون الى كونكيرونس ما بين اللعبين تكون منافسة ما بين اللعبين نظر كل اللعب يحاول بشيدي المستحيل وهذه السنوات الحياة وهذه السنوات الكورة القدم أيضا لما كانت منافسة ما يكونش فيها التحسن نظر الفريق الوطني لحد الآن واللاعبين لحد الآن أعطاه واش لازمياته وفي المقابلة القادمة الناخب الوطني سيد بوغر هو يشوف شكل لعب حاضر للمقابلة هذه وأيضا بالبروجيت الطاكتيك اللي راح يجدون لهذا المقابلة ضل الفريق القطري بصراحة من من اللاعبين من ضمين ما كانه في قائمة تلكان من من اللاعبين الحاليين في المنتقب المحلي اللي تشوف أنه ضمن ما كانتوا في قائمة جمال بالماضي في كأس إفراقيا إلا نتكلم كمناصر لا كتقنية ما تقدرش تقول بلي هذا ولا هذا ما تقدرش تقول تشوف أنه ضمن ما كان بنسبة كبيرة في قائمة كاللعابين يبرزوا كاللعابين يبرزوا بصراحة كاللعابين يبرزوا كاللعابين يبرزوا وحدي الوقتون بعد نخاف الشيئ المستعادلو كعادلتين ولا والمستعادل كاللعابين نقدر نقولوا أشماع 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 أخرى ولكن أنا نظن بلي ما نقدرش نقول كاتقين ما نقدرش نقدر نقول بلي المجموعة تلك الفريق الوطني عندها بعض اللعاب اللي يقدرون يكونوا في التشكيلات وتعليها وماقدروا نضعوا اللعاب عالي لعاف ما حال من اللعب اللي ما كانش في القائمة القائمة الأخيرة مع ضالها في المنتخب الأول انتك تقنيق الجحال ترشوف أنه يمكن من اللعب ما كانش وربما لا يكون في القائمة المنتخب الأول هلان معين حقون يقدرنا نقول لك القائمة الحال لماذا؟ we like every match يرم لقائمة لنشطو في الأوروبا ولا نرى المستوى ولا نرى المستوى تحهم باش نقدر نقوله هذا اللعب خير من هذا ايذا كان لبروجيت تاكتيك تعلن مدربة الناخب الوطني هو اللي على باله واشكالي قده هذا نظر ما عنديش حق باش نقول هاد اللعب لازم يكون فلازم يكون وهاد اللعب لازم يكون لان ما وش انا اللي راني لا خور ما راني سيلكسيونر ما راني في التعاكم الفنيت على فريق الوطني بخصوص نعود ان نقوله المنتخب المحلي اللي هو رح يكون عريض صهراء اليوم تشوف انه المنتخب المحلي لحد الان اقنع في خلال هذه الدورة انا نظن لحد الان اقنع خاصة نزوج مقابلات الاخرين ضد فريق المصري والفريق المغربي نظن الفريق الوطني اعطاه نظرة جيدة ايجابيات على الفريق الوطني وتعلى اللعب المحلي لا ننسى بلي الفريق هذا ما تكون 70 حتى 80% لعابين متكونون في الجزائر وايضا براهيمي يعني اغير براهيمي طهارت والحارس بلحي وهذه اللعبين متكونين في اوروبا ولكنهم يلعبون في بوطولة عربية لهذا نظن بلي هذا الفريق لحد الان اعطاه نظرة جميلة على الكرة الجزائرية واعطاه تانيك نظرة بلي الكرة الجزائرية يكون عندها الامكانيات يكون عندها تنظيم خاصة تنظيم في الفريق يكون عندها الامكانيات خاصة المعرفة يشوف الملاعب تلك الفريق قطر كما تنظروا اللعبين تعجيران تانا برك لكن كل اشيه هذا كرة تعناه قادرة تكون احسن من هذا وقدرة ايضا لعبين اكثر من هذا للفريق الوطني ولكن وش من الامر اللي تشوفوا انه ربما خلى بعض اللاعبين يقدموا مسوى متبين مثلا بغداد بنجاح ليسجل امام سودان في اول مباراة قدموا السوى اقل من المأمول في المباراة الثانية ضد لبنان ايضا ربما هلال سوداني اللي يقدم مستوى جيد في المباراة الاولى عاود انخفض المستوى تعه في مباراة لاحقة وش من الحاجة اللي يتخلي اللاعب في دورة مهمة مثل هذه يقدم مستوى متبينة مرة يكون يقدم مستوى جيد جدا ومرة يكون المستوى أقل من المتوقع الشيئة كثيرة لازم نقدر وناخدوها بين اعتبار على 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 المستوى تلاعب مقابلة المقابلة لانه كان خصم وخصم ما يتشابهش خصم تانيك تشكيلة تانيك ما تشابهش كون ربما هي باسكن اللاعب راهو في مجموعة والمستوى تلاعب فرديا يسهل على يسهل على المجموعة والمجموعة يضل مجموعة للاعب كل المستوى تلاعب فرديا لهذا اللاعب في مقابلة تقدر يكون في مستوى عالية كما قدر يكون مستوى تاعه متوسط وهذه كما يقول الدور تاعه في المجموعة كيف راح يكون هذا هو الأهم لانه بو نجاح حقيقة نشوفه ربما بعض الأحيان يسجل بعض الأحيان ستشوف العمل تاعه الدفاعي الكبير اللي يدير مع الفريق تعالى لأن الأطرونزي عنده ضايع الكرة ولا عنده كسب الكرة عنده أهمية كبيرة في فريق شفت في الشرط الأول الغياب تاعه مع فريق المغربين نظن بلي أطر كثير حتى هروجوا أمام مصر كان أطر حقيقة لماذا لأن الخبرة تاعه وأيضاً موش غير الخبرة ما من جانب الدفاعي في الأطرون كنضيعوا الكرة العمل الكبير اللي يديروا هذا يتخلى بالناخب الوطني يشد فيه ويشوف باللعابة مهم جداً الآن في الفريق الوطني على الدكرة بونجاه ما تشوفش أنه ربما المنتخب رو بحاجة مساء حالياً ولو أنه غير الأمر غير ممكن ما تشوفش أنه المنتخب كان بأمس الحاجة لضم لاعب بديل من مستوى بونجاه شفنا بغياب بونجاه المنتخب تأثر كثير شوف هذا خيار ناخب وأنا مقدش ندخل في خيارات ناخب في كل خب لا مثلاً لعب مثلاً نقوله لعب كمحمد بن يطو اللي يقدم السواء جيد في البطولات الخليجية وحتى قبله كان في وفاق سطيف كان يقدم السواء جيد جداً ما تشوفش أنه ربما الخبرة عامل الخبرة وعمل تألق حالياً كان قادر يزيد يقدم أشياء إضافية للمنتخب الجزائري مقدش بكل صراحة كمدرب مقدش نتكلم على خيار زميل لأن كل الناخب عنده خيارات وعنده نظرة على التشكيلتها وعنده نظرة على كل اللي زردفيرتسير يحي لعب ضدهم لهذا ما نقدرش أنا كام كتقنية مقدش نتكلم على أشياء ما عليش ما عليش نتكلم حالياً ما عليش ما عليش نتكلم حالياً عن مستوى الدورة ككل كيفاش تقييم مستوى الدورة دورة كأس العرب لصراحة حسب ردود الأفعال في كثير من المواقع العالمية قالت أن الدورة فاقت كل التوقعات سواء من جودة اللعب أو من تنظيم أو من مستوى من كل نواحي أنت كمدرب كيفاش تشوف الدورة هل كانت في مستوى دورة تمتل العرب جميعاً خلالها في قطر قبل عام على المونديل حقيقة أن الدورة من جانب التنظيم من جانب الهايئة أيضاً كون إمكانية نظن بإمكانية عالمية لأننا نظن الملعب كما دم هل قاومش من في البلدان الأوروبية أو اللاتينية لأننا نظن التنظيم كان مئة في المئة ناجح والآن ملاكين من جانب التقنية نظن بعض الفراق مدوا وجه كبير لهذه الدورة صدير رفعه من المستوى تحت هذه الدورة كالجزائر كفريق المسر كالفريق المغربي كالفريق التونسي نظن والأخرين تنظيم الفراق نظن هذا الفراق مدوا مستوى داخل الدورة العربية دورة الحالية أيضاً طرح هذه شكال من المتفوق أكثر هل منتخبات شامل إفريقيا أم منتخبات الخليجية أنت شكون تشوف اللي يقدم نفسه أكثر أفضل في هذه الدورة لحد الآن نظن المستوى راه الفراق تحت شمال إفريقيا ومصر أيضاً أكيد مصر من شمال إفريقيا أيضاً مولود نتهى كيف شفت صراحةً كيف شفت مستوى التنظيم في بطولات كأس العرب قطر قبل عام على المونديال أول مرة في تاريخ بلد يكون يكون جاهز مئة بالمئة قبل سنة على بداية مونديال تكفي صحيح مثل ما قلت هو تنظيم هذه الدورة صراحةً ثاق ما كان متوقعاً وهذا بشهادة الجميع وحتى مثل مذكرت مختلف وسائل الدولية العالمية التي كانت تعتبر بطولة محلية عربية بحتها ولكن أعتقد أنه الجانب القطر استغل هذه الفرصة أحسن استغلال وقدم نفسه كمنظم حاضر حقيقة قبل عام يعني علي التحضير بشكل مثالي لتنظيم بطولة كأس العالم بالتالي أعتقد بأنه حقيقة بطولة عربية مشرفة لكل عرب أكيد خاصةً لو نزيد هذه الإضافة خاصةً لو أنه تشوف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم انتظر إلى غاية اليوم من أجل تأكيد إجراء بطولة أمم إفريقية في موعدها وعلى نفس البلد المعين اللي هو الكاميرون تشوف أنه قطر جهزة منذ عام قبل بداية بطولة مهمة جداً اللي هي كأس العالم في حين أنه البلدان إفريقية قبل شهر على بداية البطولة تأكيد هي الإمكانيات والتنظيم نظن قاطر أعطوا أهمية كبيرة لأنه ما تنساش وحتى سنوات قبل ما كان واحد يتخيل أنه بلد عربي قادر حقيقة على تنظيم كأس العالم شيء مشرف لنا كعرب حقيقة مشرف لنا كعرب قاطر أيضا هذه المطورة يحضروا الكأس العالم من جانب التنظيم من جانب الملاعب مرافق ننظر بلنجحوا 100% وسجلوا ناقات كثيرة في الفيفا بهذا التحضير وبهذه كل الإمكانيات لإداروها في هذا الكأس العربي شوف أنه البطولة العربية لازم تستمر مستقبلا لأنه لابن أن البطولة العربية كانت متوقفة هذه عندها سنوات طويلة أنا نظن لازم تستمر لأنه من فرق العربية عندهم لعابين وفرق في المستوى ما نقولوش غير الفرق تعب الشمال الفريقية نقولو تأمم عراق ما نقولو الثاني عندهم فريق عندهم مستوى لأردن أيضا في وحد الوقت كانت عندهم تانيك لعابين وفرق في بلادهم فرق في المستوى وهذا نظن يحسن المستوى تعكل الفرق والفريق القطري أيضا دار كل هذا لأنه يحضر الفريق للكأس العالم تشوف اللعب التاكتيكي هو النخ بتاعهم هو إسبانيولي والإسبانيول معروفين باللعب بتاعهم بربعة مدافعين موش مرتيناز مدرب مدتخب بجيكي لعب ثلاثة مدفعين وهو مدرب إسباني مرتيناز ولكن نظن بليهم خاصة لتحضير الفريق من جانب الذهني إذا فازوا في الدورة هذه ومن جانب تاكتيكي والتقني للكأس العالم في 2022 في الختام مصطفى توقعاتك صراحة لقمة صهرات اليوم بين الجزائر وقطر من سيتأهل إلى المضارة نهاية نحن نظن بلي منذ البداية لماذا؟ لأن تشوف الطاقة الإيجابية التي كانت داخل المجموعة والطاقة الإيجابية هي الي يجيب لك الفريق ويجيب لك النتائج والطاقة الإيجابية التي كانت في الفريق الوطني لرهن الفريق منذ مجيء الناخب جمال بالموضي نظن في الجانب الديهني الفريق الوطني تبدل تبدل كثير تشوف أنت لعب يجي جديد ومع التمتم يندمجوها داخل المجموعة وهذه كل مشهورات هذه عندهم أهمية كبيرة كل مدرب يتمنى يكون عنده يجيب لعب ويشوف كل لعب يساعدوها رغم المنافسة ما بين لعب وفضلته قلتها المنافسة ما بين لعب ويش يحب يلعب ولكن هذا المنافسة حتى القطريين أشهدوا بهذا الروح القتالية وهذه المنافسة الشريفة التي كانت دخل المجموعة والطاقة الإيجابية هي التي تجعل الفريق يبرز يبرز في المقابلات ويبرز من جانب الروح القتالية في التركيز في المقابلات مصطفى أصباع المدرب القدير الحائز على عديد شهادات شكرا لك على تلبيت لا توقع أنا متفائل فريق الوطني إن شاء الله من جانب البدني يكونوا في المساواة لأن كل أشياء تجعلهم 100% من الفريق الوطني نقدر نقول هذا هو واحد أطفال ماليش كأن حسن وحسين هذول اللعابين يديزناف فريق مولدية واران موادي يرام طلبون يقالوا لكلهم يقول عليهم وأخوهم تانيك الكبير إن شاء الله نتمنى للشفاة وكأن حمو تانيك من الكرم وشلاغة تانيك يقال يقول يحبوا يتبع القناة تحياتنا لهم تحياتنا لهم لحيهم جميعا شكرا مصطفى سبع المدرب الحائز على أدية شهادة دولية شكرا لك على تلبية دعوة وحضورك معنا اليوم في البلاطوء لتحليل مباراة الجزائر أمام قدر شكرا شكرا كان هذا كل ما لدينا